اشتركوا في القناة صاحبة السمو الملكي الوالد العزيزة الأميرة سبيكا بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله ورعاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أتقدم إلى سموكم الكريم بخالص التهاني والتبركات على النجاح والتميز الذي حققه معرض البحرين الدولي للحدائق للعام 2018 والذي تنظمه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والذي بفضل جهود سموكم وحرصكم الدائم على تنمية القطاع الزراعي في المملكة أصبح هذا المعرض عنوانا للتميز والإبداع في مجال تبادل الخبرات والتجارب والابتكارات الزراعية الأمر الذي يسهم في مواصلة النهوض بالقطاع الزراعي وتكريس ثقافة نشر المساحات الخضراء عبر ما يسهم به المعرض من تنمية مهارات ومعارف المهتمين بهذا القطاع من زوار ومشاركين من داخل وخارج المملكة كما نود أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لكفة الجهود المبذولة لتحقيق هذا المعرض السنوي النجاحات المتوالية طوال السنوات الماضية منذ تأسيسه والذي عزز من الاهتمام بتنمية القطاع الزراعي كونه أحد القطاعات المهمة التي تسهم في دعم الاقتصاد والمحافظة على البيئة بزيادة المساحات الزراعية الخضراء وتعزيز الجهود المبذولة في تحقيق الأمن الغذائي عبر تشجيع المبادرات الناجحة في هذا المجال أسأل الله العلي القدير أن يوفق جهودكم وأن يكلل خطواتكم دائما بالنجاح وأن يمتع سموكم بالصحة والعافية وطول العمر لمواصلة مسيرة العطاء والإنجاز ودمتم سموكم سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء